نروح لي أرقام النادي الآلي في بطولة دورة أبطال أفريكا بعد الوصول إلى النهاية أرقام مبهرة ومدهشة تعال نشوف الأهلي وصل إلى نهاية دورة أبطال أفريكا للمرة 16 في تاريخه ليصبح دعف عدد ما وصل له أقرب ملاحكي نادي الزمالك والترجي 8 مرات الأهلي يعادل رقمه القياسي السابق بالوصول إلى نهاية دورة أبطال أفريكا 4 مرات تتالية كما حدث في الفترة ما بين 2005 إلى 2008 تحت قيادة الأسطورة ملو الجزي الأهلي لم يقصر نهايين متنين في دورة أبطال أفريكا إلى مرة وحيدة فقط عامي 2017 و2018 أمام الوداد المغرب والترجي على التوالي الخمس نهايات التي خسرها الأهلي من قبل في دورة أبطال أفريكا منهم أربع مناسبات كانت أمام خصم عربي شمال أفريكا ومرة وحيدة فقط أمام منافس غير عربي بالمناسبة يعني بالمناسبة رقم كده اللطيف يعني الأهلي 2005 و2006 و2007 و2008 2005 و2006 و2007 و2008 دول الأربع نهايات التي خسرهم وراء بعض كانت البطولة التي خسرها هي الثالث 2007 يعني كسب 2005 و2006 خسر 2007 وكسب 2008 النادي الأهلي في الأربع نهايات التي أصل لهم دلوقتي كسب 2020 2021 خسر 2022 اللي هي الثالثة فالربع المفروض يحصل إيه؟ إن شاء الله الأهلي يكسبها بإذن الله بإذن الله سوابها سانداونز الوداد النادي الأهلي أفضل إن شاء الله دايما باسمه الكبير وتاريخه الرائع وأيضا الأداء الفني الكبير اللي بيقدمه النادي الأهلي طيب نروح لأهلي أركام النادي الأهلي في دورة أبطال أفراقيا بعد الخسارة من سانداونز يعني أهلي لما بيخسر أو خسر لما خسر من سانداونز حصل إيه؟ الأهلي بعد ما خسر من سانداونز الخسارة اللي هي بخماسية لعب ست مباراة في دورة أبطال أفراقيا فاس في خمسة عدل في واحدة سجل 13 هدف ولم يستقبل أي هدف أي هدف في بعد كده حلوة ماشي مرسي كورا بعد المباراة كان لي تصريحات مهمة قال فيها سيطرنا على المباراة بشكل كبير وسعداء بالفوز أهضرنا فرص كثيرة في الشوت التاني لكن في النهاية قدرنا نفوز ونحقق المطلوب طيب قال ردا على السؤال هل الأهلي فاز بسبب غيابات التراجي ورجل جزاء أطهر الطهر الجملة الشهيرة دي قال الأهلي أيضا أضع رجل الجزاء أمام سانداونز والأهم ما وصلنا له الآن وأننا في النهاية مش أسمع الكلام ده قال كمان غيابات التراجي هي ظروف بيمر بيها أي فريق وإن لم يكن فريقا جيدا لما استطعنا الفوز والتأهل للنهاية وقال كمان كنت واصل في مستوى اللعبين ولم يكن لدي أي شك على قدرتهم على التطور على مدار البطورة بداية من الدور التمهيدي حتى الآن وقال ما عرفش الخسم اللي هنواجه فيه النهاية في النهاية حتى نقوم بتحليله وقال نحن منستعد لأي خسم بشكل جيد ورد الاعتبار أمام سانداونز ده سؤال كان وجه ليه قال أنا مفكرش بالطريقة دي وما بقى أحطش مشاعري أو مشاعر السقر أبدا في حساباتي طيب سألوا أيضا برونو سافيو إمتى هنشوفه إمتى هياخد فرصة قال إن سافيو كان مصاب ورجع بعدين اتصاب تاني ومش واخد رتم المباراة فمش أقدر أضم كل اللعبين للمباراة بشكل نهائي وممكن نشوفه في المباراة اللي جاية